موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول الله تعالى في كتابه العزيز يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمًا عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنْ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وفي الحديث الشريف لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه هي جملة من الأداب ومعالي الأخلاق التي حضى عليها الإسلام ودع المسلمين إلى التحلي بها في كل وقت وحين دعوة وحض وحث يسير التساؤل عن مفهوم الأدب في التصور الإسلامي ويدفع بالحاجة إلى تحرير هذا المفهوم وكذلك عن المنزلة التي يحتلها في صرح الشريعة كما يثير التساؤل عن طبيعة العلاقة بين العقيدة والأدب فهل تورث أي عقيدة معتقدها أدباً مخصوصاً بها؟ مشاهدين الفضلين هذه نخبة من أسئلة تأتيكم في حلقة اليوم من برنامج مقاصد تحت عنوان الأدب ومنزلته في الإسلام أهلاً وسهلاً بكم للحديث عن هذا الموضوع يسعدنا الترحيب بضيف الحلقة الدكتور واهيب عبد الرحمن خوج الباحث الإسلامي أهلاً ومرحباً بكم دكتور مرحباً أهلاً وسهلاً بكم الله يحييكم لا شك أن كل الأمم والشعوب لديها آداب ولديها أخلاق ولديها منظومة قيم لكن بداية نريد أن نعرف الأدب في التصور الإسلامي هل ينفرد الأدب بخصيصة معينة في رؤيته للأدب وتعريفه وتحريره ما هو الأدب في التصور الإسلامي؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم تسليم كثير الأدب في تعريفه سنلحقه بذلك لكن الأدب ارتباطه ارتباط بالفطرة فطرة الإنسان السوية هي التي تحض على الأدب وتحاكيه بل وتأزه أزة وتحمل الإنسان على هذا الأدب لما يتمتع به من فطرة سوية فكل من استقامت فطرته وراعى فيها أصل الخلقة جبل على هذا الأدب فطرة أما إذا انحرفت الفطرة وانتكست وهذا منصناق الحديث النبي عليه الصلاة والسلام كل مولود يولد على الفطرة الفطرة هي السوية والطريق المستقيم إلى الأداب والأخلاق وبين الأدب والأخلاق الأدب مظل عامة والأخلاق كلها تحتها كلها تحتها من هذه الأداب التي تشمل أو الأخلاق التي تشمل تحت مظلة الأداب وتحت مظلة الأدب منها المروءة الشجاعة الكرم النجدة الملهوف إعانة المحتاج غاثة النصرة المظلوم هذه كلها جملة آداب كانت تتمتع بها الشعوب والأمم في كل وقت وحين من الأدب الذي يرتبط بأصل الخلقة التي خلقها الله عز وجل عندما أراد الله عز وجل كما في الصحة بذلك الخبر خلق بني آدم أو خلق الأصل الآدمي وهو آدم عليه السلام أرسل جبريل عليه السلام ليأخذ له من الأرض فلما وصل جبريل عليه السلام استعاذت الأرض منه فقالت أعوذ بالله منك أو أعوذ بالله أن تنقص مني شيئا فرجع جبريل إلى الله عز وجل فقال أينما قد سألتك أو أرسلتك من أجله قال جبريل عليه السلام فقد استعاذت بك فأعذتها وهذا أدب فأرسل الله عز وجل إسرافيل فاستعاذت بالله عز وجل من إسرافيل أن ينقص منها شيئا فأرسل الله عز وجل ملك الموت فأخذ من كل أرض جزءا أو قبضة قبضة منها فأتى بني آدم على هذا الشكل منهم الأسود منهم الأبيض منهم الأحمر الهدف من هذا الأمر هو أدب جبريل عليه السلام إسرافيل باستعاذة الأرض بالله عز وجل من أن ينقص منها شيئا فتأدب جبريل عليه السلام لما أراد الله عز وجل أن يخلق آدم عليه السلام قالت الملائكة عليه السلام إذ قال ربك الملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا تجعل فيها من يفسد فيها ويسبك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك ثم الملائكة عليهم السلام لما قال الله عز وجل إني أعلم ما لا تعلمون رجعوا إلى ما قد أدبهم الله عز وجل به هل سؤالهم ذلك معذرة دكتور هل سؤالهم ذلك سؤال استنكري ويفيد قلة الأدب مع الله سبحانه لا معاذ الله إنما سؤالهم سؤال استفهامي سؤال استفهامي في معرض الخلق الذي قد علموا به أن الأصل البشري أو ما هو على الأرض بخلاف ما قد اختصهم الله عز وجل به فهل ملائكة عليه السلام اختصهم الله عز وجل لنفسه فهم قد راعوا كمال الأدب في التعامل مع الله عز وجل يعني في التسبيح والذكر والقيام والركوع والسجود والعبادة الخالصة لا يفترون عن الله عز وجل فهذا أدبهم عليهم السلام فلما قالوا لذلك السؤال استفهامي قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها يعني ينقص حق العبودية وحق الألوهية على الأرض وأنت الله المعظم الجليل فكيف ينقص هذا البشر أو من تخلقه على الأرض حق العبودية لأنهم يعلمون أن من وجد على الأرض يعلمون بسابق علمهم أن من وجد على الأرض لا بد أن يحدث ما لم تستقم به الفطرة التي خلقهم الله عز وجل من أجلها وهي العبادة واستخلاصهم فدل على أن الأدب ارتبط بالفطرة لذلك وفد بن عبد القيس وهو الأشج رحمه الله تعالى ورضي الله عنه لما جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام ثم لما تقاطر أو تزاحم الوفد إلى النبي عليه الصلاة والسلام مجرد أن حطت رواحلهم فخرجوا من رواحلهم هرولة وسيرا إلى النبي عليه الصلاة والسلام لم يتمالكوا حتى يقول أحدهم منذ أن رأينا النبي صلى الله عليه وسلم لم يتمالك أحدنا نفسه إلا وأن قد انكببنا على النبي صلى الله عليه وسلم يقبلون يديه ويقبلون رجليه عليه الصلاة والسلام وهذا أدبا منهم وحبا وغراما واشتياقا للنبي صلى الله عليه وسلم أشج بن عبد القيس إنما جالس انتظر وتمهل ثم اقتسل وغير ملابسه وأحدث هيئة طيبة فأتى للنبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأاه قال إن فيك خصلتين يحبهم الله الحلم والأناه قال أهما مما جبلني الله عليه أو مما قد اكتسبتهما قال مما جبلك الله عليه قال الحمد لله الذي جبلني على ما يحب فدل على أن هذه الفطرة السوية وهي فطرة الأدب مع الخلقي ومع الناس مع الله عز وجل مع كل الخلائق التي خلقها الله عز وجل الأصل فيها استقامة الفطرة مع استقامة الأدب إذا لم يستقم الأدب والإنسان لم يتحلى بحسن الأدب دل على أن هناك خلل في الفطرة هذه تشويه لها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كل مولود يولد على الفطرة لذلك الإنسان إذا ولد في بيئة العلماء نشأ مؤدبي بأدب العلماء إذا ربي ونشأ بين الهمج نشأ بأخلاق الهمج لأنه اكتسبها منهم فكذلك كل أحد على حسب ما يتلذلك صحف عند أهل الاجتماع قالوا الإنسان ابن بيئته الإنسان ابن بيئته نعم كنت أريد أن أسألك عن القيمة أو المنزل صراحة كنت أريد أن أسألك عن التمايز بين الأدب ومعالي الأخلاق لكنك لمحت أنك أجبت عليه أو حرقت السؤال عليه باكرا لكن ربما يمكنك أن تحديثنا عن القيمة والمنزل التي يحتلها الأدب ومعالي الأخلاق في صرح الشريعة الإسلامية سهل رحمه الله تعالى له كلمة جمي سهل بن عبد الله له تعريف لطيف في هذا الباب قال الأدب هو معرفة وكذلك عبد الله المبارك رحمه الله تعالى عرفه بها تعريف قال معرفة النفس ورعوناتها والعمل على تجنب هذه الرعونات إذن النفس فيها ما يخل بأصل الفطرة وتوجيه الإله للفطرة فيها ما يخل بها والنفس داعية لها فهو الأدب هو أن تراعي هذه النفس والرعونات أي السقاطات أو السقوطات التي تتناول هذه النفس استقامتها والعمل على تجنب هذه الرعونات أي ما يسيء إليها ما يسيء إلى أصل الفطرة والاستقامة بها وما يسيء إلى الأمر للهي وكذلك ما يسقط حق الآداب التي علمنا الله عز جل بها وأدبنا بها النبي عليه الصلاة والسلام إذن هذا الأمر إذا إنسان راعاه وقدره وعمل على تزكيته وتربيته استقامت له حق الأدب لذلك عبد الله المبارك رحمه الله و تعالى يقول نحن أحوج إلى قليل من الأدب أكثر مننا إلى كثير من العلم حاجتنا إلى الأدب أكثر مننا إلى العلم لماذا؟ ما دللت هذا الكلام؟ في الأثر عند معاذ بن جبر رضي الله عنه و أرضاه قال أما السفهاء فهمتهم الرواية ليس بكثر المحفوظ كما قال مالك رحمه الله و تعالى ليس المقصود بكثر المحفوظ مما نحفظه و العلماء ليس بكثرة شهاداتهم و لا دراساتهم و لا ترقيهم و إنما ما يكتسبونه من الرعاية لذلك قال المعاذ عبد الله عنه يقول أما السفهاء فهمتهم الرواية أما العلماء فهمتهم الرعاية و المقصود بالرعاية هنا مراعاة حق النفس مراعاة حق الله عز وجل مراعاة حق الخلق بالتأدب مع هؤلاء معرفة ما لله عليك و معرفة ما للناس عليك و المقصود بها هنا الرعاية أي تهذيب النفس و تقويمها و حملها على الجادة و مراعاة ما يسقطها أو يسوء إليها أو يخل بها هذا المقصود به معرفة الأدب وهي مجاهدة النفس على طول الوقت لا ينقطع ذلك لأن في وقت من الأوقات لا بد أن الإنسان تنتابه حالات البشرية التي هي أصلا فيها نقص بما يسيء به إلى نفس أو إلى غيره بما يسيء النفس أو لغيره فلذلك مراعاة هذه الأمور هذا مطلب عظيم جدا ويسمى عند أهل الاجتماع عند أهل الشريعة عنده يسمى الأدب مجمل يسمى الأدب في ذلك صراحة نريد أن نذهب إلى فاصل بعد الفاصل أريد أن أسألك عن العلاقة بين الأدب والعقيدة ومساحات التي ينتشر فيها الأدب الإسلامي في صنوف الحياة هذا فاصل قصير نواصل الحديث بعد قليل هذا فاصل الطالب العرابي هذا حال الطالب العرابي أسعدكم الله ما زلنا سويا في الحديث عن الأدب ومنزلته في الإسلامي وحديثنا اليوم مع دكتور وهيب عبد الرحمن خوج الباحث الإسلامي نجدد ترحيب بكم دكتور مرحبا نحن أفسه العلاقة بين العقيدة والأدب ربما كما قلنا في مستهل الحلقة سألتك عن أن الأدب موجودة هنا كل الشعوب كلها لديها أدابها وأخلاقها ومنظومة قيمها هل بالمطلق هل ثمت علاقة بين العقيدة أي أمة من الأمم تعتقد معتقدا معين هل ثمت علاقة بين هذه العقيدة وبين أدابها بمعنى أن هذه العقيدة تورث معتقديها أدابا مخصوصا بها أولا المقصود بالأدب إذا لم يكن لهم رافض وحامل من الإيمان لا يمكن أن يكون خالصا لله عز وجل لذلك يقول سيدنا أبو هرير رضي الله عنه أرضاه علامة قبول العمل أو علامة قبول العمل الأدب في العمل إذا أردت أن تعرف أن الله عز وجل محب لهذا العمل ويقبله فينبغي لك أن تراعي الأدب فيه ينبغي لك أن تراعي الأدب فيه لذلك حاتم الطائل لما سألت ابنته النبي عليه الصلاة والسلام وذكرت من مآثره فقال لو أن أباك كان حنيفيا أو مسلمة لا ترحمنا عليه ولذلك لما قالت سيدة عائشة وذكرت عبد الله بن جدعان الذي شهد فيه النبي صلى الله عليه وسلم حلف الفضول فقد ذكرت من مآثره كذلك أنه كان ينجد الملهوف وكان ينصل مظلوم وكان يعين على الحاجة وكان وكان ذكرت منها مآثر فقال النبي عليه الصلاة والسلام إلا أنه لم يكن يوما لا إله إلا الله فالشعوب كلها التي نعيش معها الآن والتي قرأنا عنها وعلمناها من البابليين والآشوريين والكلدانيين وخدماء المصريين والفراء كلهم لهم آداب ولهم قيم ولهم سلوكيات ولهم أخلاق يتعايشون بينهم فيها وفيها حظ على المكارم وعلى محاسن الأخلاق كل هذا موجود عند الشعوب وحتى اليوم في الأرض التي نعيش فيها بما نشهدها من أوروبا وغيرها فيها من الآداب والأخلاق الفاضلة لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال الناس معاد خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا إذا فقهوا هذا القيد هذا القيد لذلك العقيدة هي المحرك الأساس محرك الأساس من لم يرضى الله عز وجل منه ولم يقل يوم يعني لا يرضى منه الله عز وجل إلا قول لا إله إلا الله فلا تنفعه هذه الأخلاق لا يمكن أن تنفعه إنما تنفعه في حياة الدنيا حياة الدنيا بظهوره بما يذكر من مآثره بثناء الناس عليه بتفوقه بوجهاته أما في الآخرة فلا حظ له فيها إذا لم يقل لا إله إلا الله لذلك ورد في بعض الآثار على ألسنة الأفاضل قالوا الأدب هو الدين كله فمن لا أدب له لا دين له والتفاضل بين الناس قالوا من سبق بالخلق فقد سبقك في الدين من سبقك بالخلق فقد سبقك بالدين و هذا أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أقربكم مني أدناكم مني أحاسنكم أخلاقا فهذا هو المعيار العقيدة إذا لم العقيدة هي مظلة لكل عمل فكل عمل دون العقيدة و دون رابطة لا إله إلا الله فلا يمكن أن يقبل أو يعد في محاسن الأخلاق إلا بحسبه هنا أريد أن أسألك ذكرت أنه في الجاهلية و حتى في الأمم الأخرى كل الأمم هذه لديها أدابها ما الذي أضافته العقيدة الإسلامية لجملة الأداب يعني الصحابة كان لديهم مجموعة من الأداب في الجاهلية ما الذي أضافته من العقيدة الإسلامية لهذه الأداب خاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق هذا ما أردت أن أذكره أن تتميمه لمكارم الأخلاق عليه الصلاة والسلام ليس المقصود به أنه أتى بأخلاق ليست موجودة في الجاهلية الأخلاق الجاهلية أتى النبي صلى الله عليه وسلم ليتممها معنى ذلك أنه يعنى بقبولها و يعنى بتصحيحها و يعنى بالذخر والإدخار عند الله عز وجل لذلك الله عز وجل تكلم عن الكفار و عن غيرهم فقال و قدمنا إلى ما عملوا من عمل إذن هناك أعمال عملوها و قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورة جعلها الله عز وجل هباء منثورة والأعمال هذه التي جعلها الله هباء منثورة ليست مما لا ترحب به الشريعة أو لم تدعو إليه الفطرة بالعكس هي التي دعت إليه الفطرة و نادبت إليه الشريعة لكنهم عندما قدموه لم يقدموه تحت مظلة العقيدة إنما قدموه حمية قدموه نصرة قدموه وجاهة قدموه رفعة سمعة الرياء لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال من رأى يرأي الله به ومن سمع يسمع الله به معنى أن هناك خلل وهو خلل الإخلاص والصدق مع الله عز وجل أنت تعمل تصدق بصدقة وهي من الأعمال الخير والبر تنصر مظلوما إذا لم ترد بها الله عز وجل فهي مما حظك فيها في الدنيا رأيت يراء بك سمعت يسمع بك كما لو أن المراءات في الأعمال الصالحة تخل بالهدف الذي شرعت من أجل هذه الأعمال والأداب وهذا يتعلق بالمقاصد والغيات الذي سأبحثه معك في الجزء الأخير من الحلقة بعد الفاصل لكن قبل ذلك دكتور ثمت أدب مع الله سبحانه وتعالى وأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم وأدب مع الخلائق ولا أقول البشرة فحسب وإنما جملة الخلائق يعني كيف يتحقق هذا الأدب بسائر مساراته وأبعاده في حياة المسلم في واقعه أستاذنا الفاضل عبدالله المبارك رحمه الله تعالى له قاعدة جميلة و لطيفة قال من تهاون بالأدب عوقب بحرمان السنن ومن تهاون بالسنن عوقب بحرمان الفرائض ومن تهاون بالفرائض عوقب بحرمان المعرفة سقط من عين الله عز وجل يحتاج إلى شرح قليلا هذا أس هذا الأمر هو التهاون بالأدب عندما تتهاون بالأدب تبدأ ما تحته يتهاوى يسقط فأنت إذا تهاونت بالأدب تهاونت بالسنن وإذا تهاونت بالسنن تهاونت بالفرائض فسقطت وإذا تهاونت بالفرائض وهو أعظم أمر عند ذلك حرم الإنسان المعرفة وأغلق على قلبه فتجد ما يراه الناس معروفة يراه منكرا وما يراه الناس منكرا يراه هو معروفة فكذلك عند ذلك يغلق على قلبي فيقص بهذا القلب كالكوزي مجخياء لا يعرف معروفا ولا يمكن منكرا ما سببه سببه سوء الأدب سببه سوء الأدب قضية خطيرة جدا نعم لذلك الأدب هو الدين كله كما قالوا أهلهم هذا ما أفلحوا فيه وصدقوا وهذا قول مخبر بالأمر ومجرب للأمر ما قالوه عبثا وعندما نقول أدب دكتور نقصد المرؤة والتواضع ولين الجانب والكرم كما قدمنا في أول حلقة هو كل هذا الأمر تحت مظلة الأدب كل ما يمكن أن يشرف به الإنسان ولا يستحي من إظهاره طبعا بخلاف انتكاس الفطر يعني الآن ما نراه في هذه الدول الهمجية التي حولنا أصبح ما يظهرونه من قبائح وفضائح أصبح هو المشاد به في لباسهم في طباع أكلهم في عاداتهم في غير كل أصبح هو المقلد فهذا طبعا انتكاس فطرة لمن يقلدهم لكن نحن نقصد ما قد تداعت إليه نفس البشرية السوية نفس البشرية السوية التي دعت إلى هذه المكارم الأخلاق وحثت عليها الشريعة وظلتها بما ظلتها عند متابعتها ومراقبتها لذلك الأدب مع الله تبارك جل وعلا لن تجد أجمل وأكمل من أدب الأنبياء مع الله تبارك جل وعلا وكذلك أدب الملائكة عليهم السلام عندما يفوضون إلي الله عز جل حتى في الأثر أن بعض الملائكة عليهم السلام يقولوا سبحانك لا نحصي عليك علما سبحانك لم نعبدك حسب حق عبادتك وهذا تسبيحهم وإجلالهم وتقديسهم إلى أن تقوم الساعة والأنبياء عليه السلام عندما تستعرض سورة يوسف عليه السلام تجد أدب يوسف عليه السلام مع أبويه ومع إخوانه الذين ظلموه وافتأتوا عليه ولكن مع ذلك في غاية الأدب تعامل معهم عليه السلام كذلك سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام في أواخر سورة المائدة عندما الله عز وجل ذكر قال وإذ قال يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله ماذا قال يعني يكفيه أي أحد يجيب يقول لم أقله لكنه أدبا عليه السلام لم يقول ذلك قال ربي إن كنت قلت فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب غاية الأدب وكذلك نبينا عليه الصلاة والسلام عندما صعد إلى مكان تدهش فيه العقول والله عز وجل هو الذي زكاه لم يزكي أحد قال ما زاغ البصر وما طغه في موضع يعني لا يمكن لأحد أن يملك نفسه أنه يسمع صرير الأقلام وهي تكتب في موضع موضع القرب الأعلى ومع ذلك نبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله عز وجل عنه أنه لم يزغ البصر ولم يطغى لم يزغ أي أليه لم يلتفت ما حوله ولم يطغى لم يتجاوز فكل هذه آداب وكذلك نوح عليه السلام وكذلك سيدنا إبراهيم عليه السلام عندما تستعرض الآيات التي في شأنها أدب الأنبياء مع الله عز وجل تجد عجل وعجابة هذا يقودون إلى سؤالك دكتور هل هذا الأدب الذي هو الدين وكله كما ورد في الأثر على لسانكم دكتور هل هو قضية جبلية طبعية في الإنسان أم قضية مكتسبة هما أمران أما الجبل فهذا فضل من الله عز وجل على الإبادة وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء وأما الكسب فهذا هو المجاهدة وهذا الذي يؤجر عليه العبد عندما يقهر طباعه التي تحميله على خلاف ما أراد الله عز وجل فهذا أمر عظيم أن الإنسان يجاهد فيه نحن نجاهد في العبادات العبادات التي هي بالجوارح فلماذا لا نجاهد بالعبادات التي هي جوارح القلب أريد أن نتوقف معك قبل أن نقش في الموضوع المجاهدة الموضوع الكسبي هذا موضوع مهم و لافت يعني مثلا هل يمكن أن يكون الإنسان طبع على قضية أن يكون لا يحوي خلق المرؤة أو عنده بخل أو عنده صفة مثلا الغدر هل يمكن أن يطبع المرء على هذه الخلق أنا باستقراء لكلام الله عز وجل وفهمي له أن الله عز وجل قد كرم بني آدم ولا قد كرمنا بني آدم خلق الله عز وجل الناس في أحسن التقويم خلق الناس كلها في أحسن التقويم لذلك تشويهها بالكسب بالكسب يكون تشويها بالكسب إذن استقامتها هي تعيدها للأصل و هذا سهل و يسير و هذا سهل و يسير أن الإنسان يعيدها إلى الاستقامة لأن الفطرة حاكيها بل الفطرة هي التي تحمل عليها و تعين عليها فبالتالي قضية لا يولد أحد بخيل و لا يولد أحد كذاب في الأصل نعم لكن اكتسبها اكتسبها إما من المعاشرة أو من تعلقه بالمال و كذلك الكذاب من جبنه و رجافه تعلق بهذه العادة القبيحة هذه كلها و أو بسوء التربية التي لم يحسن يعني إلا تحسن البيئة و يحسن البيت تربيته و تقويمه فعند ذلك اكتسبها العودة إلى الأصل فيها سهل جدا و يسير ربما هنا جوهر الفلسفة الإسلامية في هذا الجانب دكتور أنه إذا كان الإنسان ابن بيئته و بالتالي اكتسب هذه الصفات السلبية من هذه البيئة ففلسفة الإسلام تكمن بمجاهدة هذه و التمرد على هذه البيئة و إحسان الأخلاق و التمتع بقيم معالي الأخلاق و قيم الأدب ليس كذلك؟ بلى 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 لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قال أنا أخبركم بأفضل الناس كل صدوق اللسان مخموم القلب قالوا رسول الله صدوق اللسان عرفناه ما مخموم القلب؟ قال كل تقي نقي ليس في قلبه غل ولا حسد إذن يعني معنى ذلك أن الإنسان إما يكون طبع على هذا أو أنه عمل على تطهير قلبه من هذا و هذا ممكن و هذا ممكن إذن النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر قال ألا يعجز أحدكم أن يكون كأبي ضمضم؟ قال و صلى الله عليه وسلم أبو ضمضم قال كان رجل إذا خرج من بيته قال اللهم إني أشهدتك أني قد ذهبت عرضي لكل أحد فلا يشتم من شتمه ولا يضرب من ضربه ولا يأكل مال من أكل يعني يتبرأ بنفسه لله عز وجل و هذا صعب ليس سهل و ليس يسير ليس كلاما و إنما لسان حالا إنما هو عمل على ذلك عمل على هذا لذلك الخلق و الأدب يحتاج إلى إعداد كبير جدا لذلك يعني يذكر أحدهم قال تعلمنا الأدب لما فاتنا المؤدبون تعلمنا الأدب لما فاتنا المؤدبون و الله هو الأصل الأدب أنه قائم معنا لكن لما فات المؤدب هذا في وقتهم لما فاتموا المؤدب تعلموا الأدب و أقبلوا عليه و هو لا يحتاج إلى تعليم أصلا طب ما وسائل المؤمن في اكتساب هذه المعالي الأخلاق و هذا المستوى الرفيع من الأدب ما وسائل المؤمن أو المسلم في اكتساب هذا المستوى الرفيع من الأدب خصوصا و أن كل المسلمين يحبون أن يكونوا أن يكونوا على مستوى عال من الأدب لكن لا يتوحظهم من ذلك بسبب البيئة وظروف الحياة أهم وسيلة قراءة القرآن ليس للتبرك فقط وإنما قراءة القرآن بعين الفاحص لمعنى الاستقامة أن هذا القرآن أنزله الله عز وجل هدى ونور لم ينزله الله عز وجل فقط وحسب للبركة ورفعة الدرجات وإكتساب الحسنات فقط وإنما أنزله الله عز وجل ليكون نبراس حياة ومنهج طريق إلى أن تقوم الساعة فلذلك نحن قراءتنا للقرآن عندما ينزل الله سورة يطلق عليها أهل التفسير أنها سورة الأدب أو سورة الآداب وهي مجمع الآداب سورة الحجرات من أولها إلى آخرها كلها آداب يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا لين يدي الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا لا ترفع أصواتهم فوق صوت النبي فلما سمعها أبو بكر رضا عنه لا ترفع أصواتهم فكان يشار النبي صلى الله عليه وسلم يقول ارفع صوتك لا أسمعه يقول والذي بعثك بالحق لا أحدثك إلا كأخي الصراف لا أستطيع أن أرفع صوتي وكذلك سيدنا عمر وغيهم لما سمعوا هذه الآيات يا أيها الذين آمنوا كما تفضلت وتلوت فيها لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم لا يغتب بعضكم بعضا هذه كلها آداب جملة آداب خذوا زينتكم عند كل مسجد ثم تمن يرى فيها أن هذه قمة الأدب مع الله صحيح صحيح يعني بعضهم يعلق من أهل التفسير على أن هذا مقابل ما كان أهل الشرك يطوفون بالبيت وغيرهم عراء هذا معنى من المعاني ويصدق في حال من الأحوال لكنه بإطلاقه بإطلاقه نعم أنه ننأخذ زينتنا عند كل مسجد أننا نلبس أحسن وهذا ما كان أهل أهل العلمي و أهل الفضلي عندما استشعروا هذا فكان يلبس أحسن حلة و أغلاها و أثمنها ليحضر بها صلاة جماعة في كل وقت الإمام مالك رحمه الله تعالى كان إذا حضر درس حديث النبي عليه الصلاة و السلام كان يتجمر أولا إذا قال إذا أراد أن يعقل درسا قال مجلس فقه أم مجلس حديث فقالوا مجلس حديث عند ذلك إذا كان مجلس حديث قل على رسلكم فيدخل و يغتسل و يلبس أحسن الثياب و يتجمر و يجمر المكان ثم يجلس الحديث النبي صلى الله عليه وسلم تعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم تعظيما للمقام النبي عليه الصلاة و السلام الإمام مالك لم يأخذ عن عمر بن دينار و عمر بن دينار عالم ثقة ثبت من أعالي الناس سنده و فات مالك الحموة و إن كانوا بعضهم قال أنه أخذ منهم فاته علو الإسناد ليش لأنه جاء إلى عمر بن دينار و وجدهم يقرؤون عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم و هو موقوف طلاب فقال و عظم حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن أقراه على أحد وهو واقف فانصرف تعظيما لحديث النبي عليه الصلاة والسلام هذه فلسفة مالك و هذا أدبه حتى أنه صح عنه أنه كان لا يمشي منتعلا في مدينة النبي عليه الصلاة والسلام و لا يركب دابة في مدينة النبي عليه الصلاة والسلام كل ذلك أدب مع النبي عليه الصلاة والسلام و مع حديث النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام طبعا أنا أقصد أن هذا جملة من الجمل لكن الأدب عام عظيم جدا فمن استشعر هذه الآداب تأدب حتى مع الدواب حتى مع الدواب لذلك العالم في الحديث الصحي من سلك طريقا يسلك به طريقا سهل الله به طريقا إلى الجنة يطلب فيه علم ثم قال إن طالب العلم وفي أخرى إن العالم لا تستغفر له الملائكة وفي أخرى لا تضع له الملائكة أجنحتها رضا بما يصنع أو بما يعمل وإن طالب العلم أو العالم لا تستغفر له الملائكة وتستغفر له الحيتان في البحر وتستغفر له الدواب في الباراني ولا تستغفر له السباع وحتى النمل في جحرها تستغفر له لأنه يعلم كيف يتعامل معها والنبي صلى الله عليه وسلم نهان عن قتل النمل فلو أنا لم أكن أعلم هذا الأدب فأعمد إلى النمل فأقتله والله عز وجل قد عاتب نبيا من أنبياء عليه السلام لقتله نمل بل أنه أحرق قال هل لا نملة تحرق وادم النمل يسبح الله عز وجل فعاتبه الله عز وجل على حرق النمل لأنه خلق من خلق الله عز وجل ونهان النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الهدهد و عن قتل السرط و عن قتل الضفضع و عن قتل النمل و عن قتل النحل هذه دواب كلها أمر الله عز وجل و نحن إذا لم نعلم و نتأدى بهذا الأدب لا يمكن أن نتعامل معه حتى الدواب تسلم منا هذا صراحة وصلت إلى نقطة مهمة و نسألك عنها هل الأدب قضية ترف و ذوق أم أن له أهمية عملية في حياة الفرد المسلم و المجتمع أستاذنا الفاضل هو دين هو شريعة الأدب شريعة ليس ترفا لذلك الذوق عندما يتحدث عنه الناس الآن في دورات و في قضية تطوير ذات و تنمية بشرية و فنون الاتصال بالناس يكفينا يكفينا أن نقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم و سنة النبي صلى الله عليه وسلم و سيرته فنعرف هذه الأدب كلها لكن أهمية الأدب العملية في حياة الفرد و المجتمع ما الأهمية العملية المترتبة على الأدب هل هو فقط مثلا على سبيل المثال بمعنى إذا جلست إلى عالما أن أتأدب في حضوره يعني ما القيمة أو النتيجة العملية لهذا الأدب في حياة الناس في حياة المسلمين هو أمن اجتماعي يؤسس للأمن الاجتماعي بين الناس إذا أنا استشعرت الأدب مع أخي وأخي استشعر الأدب مع جيرانه لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يؤمن أحدهم لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه والله لا يؤمن من لا يؤمن جاره بوائقه بوائقه يعني سوءه لذلك شر الناس كما ورد في الحديث شر الناس من لا يؤمن من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره شر الناس فلان من الناس أنت لا تأمن شره ولا ترجو خيره وكان عمد صلى الله عليه وسلم قال إن أبغض الخلق إلى الله عز وجل من يعامله الناس اتقاء شره يعني يتقون شره لسوء أدبه وسوء خلقه وسوء فعاله وطباعه فهذا شر الناس عند الله عز وجل فهي قيمة اجتماعية عظيمة جدا قضية الأدب هي تحقق الأمن الاجتماعي تحقق الأمن الذاتي تحقق الأمن النفسي تحقق الأمن الكوني بين الناس وربما تنشر الوئامة في المجتمع والألفة والمحبة لأن الإسلام والشريعة هي شريعة وئام شريعة وفاق ليس شريعة الشقاق ولا شريعة خلاف وحتى الخلاف بين الناس أو الاختلاف الاختلاف بين الناس يحمل على ماذا؟ يحمل على الألفة والتراضي لا يحمل على الشقاق بين الناس أما ما يختلف الناس فيه بينهم فيما بينهم إنما هم يرضون من حظ الشيطان من حظ الشيطان أكثر مما يعلمون من حق الله عز وجل لكن حتى لو اختلف المسلمان فيما بينهم ثم تأدابون الاختلاف نعم لو تحدثنا عن هذه الأداب في الاختلاف لأنه الآن يعني ربما هذا يعني يخدمه حديث النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث وفي رواية أربع إذا حدث كذب وإذا تمين خان وإذا وعد أخلف وفي رواية وإذا خاصم فجر ربما الفجور هنا يتعلق بقضية الأداب لو تحدثنا يعني عن هذا الأمر أستاذنا الفاضل سجون المسلمين أكثر أكثر الناس تعج يعني سجون الدولة السلامية والعربية أكثر ما تعج به هم المسلمون وتجد قضاياهم كلها من أجل خصومة والفجور فيها وهو غير أكثر الأحوال أنا لا أقول بعض أكثر الأحوال غير مبرر بل وأن من يقبع في السجن ندم على ما فعل على تصرف على قول على فعل على أدنى شيء كان منه تهور وكان منه سوء فقبع في السجن وقد تقضى فيه حياته بسبب سوء أدبه وعدم تمهوله ورعونته ويظن أن هذه الشجاعة وهذه الفتوة غفلة عن كل شيء أنا أذكر قصة لي أنا كانت لي خصومة مع أحدهم وكانت مبلغ مبلغا مالي فوصلنا إلى المحكمة فلما رأيت خصمي سلمت عليه وأكرمته وجلسنا فالقاضي تعجب من هذا قال هذا خصمي قلت نعم قال يعني كيف قلت هذا شيء خصمي ليس عدو لي وأنا أريد أن أنقذه لا أريد أن أغرقه هو مسلم أخطأ في حقي فأنا أعفو أسامح حتى يستطيع إما أسترد حقي أو أحلله حتى أنا مصلحة أن هذا ينجو لا يغرق وهذه خصومة والخصومة قائمة بين أي كل أحد لكن لا توجب العداوة ولا توجد النفرة لأن له حق عليه ألا أهجره حتى ثلاثة يام ونحن في الخصومة فالناس لا ترضى بهذا حتى في مجالس القضاء لأسف سب لماذا يتحول الآن الاختلاف بين زميلين في العمل أو بين قريبين أو بين صديقين أو بين جارين يتحول إلى حقد وكراهية وفجور غياب الأمن غياب الإيمان غياب الإيمان والناس كلها تنتصر نفسها لذلك كما في حديث عمران بن الحسين وأن تنتصف من نفسك فهذا عزيز الإنسان ينتصف من نفسه هذا عزيز أنا أقول أنا مخطئ أنا أقرب إذا كنت مخطئا نعم وتبين للحق لذلك ابن حزم رحمه الله تعالى له موقف مشهود قد ناظر أحدهم ابن حزم أغلب في الحجة فغلب خصمه ثم لما انصرف وراجع وجد أن الحق مع صاحبه أو مع خصمه فرجع إليه وقال والحق ما قد ذكرته والحق ما قد ذكرته أما أنا فقد أخطأته ما الذي يضير ما الذي يضير عندما الإمام الشافع أخذ بيد صاحبه بعد اختلاف في مسألة قال أليس أننا أن نكون إخوة وإن اختلفنا ما نشعله الآن من نيران الحقد والحسد والبقي والكراهية هو عند الله عز وجل هو عند الله عز وجل أمر عظيم جدا قد نسقط من عين الله عز وجل لذلك ما سأل النبي عليه الصلاة والسلام ربه تبرك جدا فلم يجب إليه النبي عليه الصلاة والسلام أن يجعل بأسهم بينهم فكان البأس بيننا فكيف نقهر هذا الأمر؟ نقهره بالأدب أن تستقيم أحوالنا وأقوالنا وأفعالنا في الإنسان لماذا؟ لماذا إذا أراد أن يأكل يتخير أطايب الكلام؟ لماذا الإنسان أطايب الأكل؟ ولماذا الإنسان إذا أراد أن يفعل شيئاً أو يقدم على شيئاً أو يحضر مناسبة يتخير أحسن الملابس؟ فلماذا إذا أراد أن يتكلم لا يتخير أطياب الكلام؟ فيسمع أخاه ما يحبه ما المشكلة؟ إيش المشكلة في هذا؟ الكلمة مخرجها واحد لكن وقعها إما أن يكون سمحاً طيباً يرفع الله به عز وجل درجة من تكلم ويرفع الله عز وجل بها إنسان تبعث فيه الأمل وهذه الكلمة حقيقة بابها عظيم بها يدخل المرء الإسلام و بها يخرج و بها تحل له الفروج و بها تصبح عليه حراماً لكن دكتور إذا جاءك من يقول لك بأن هذا الأدب و معالي الأخلاق من ذلك التواضع و لين الجانب و إلى آخره هو تعبير عن ضعف الإنسان أو هروبه لضعف في شخصيته ما مدى صحة هذا الكلام شرعاً و عقلاً طيب أستاذنا ما تسمح لي بحدث حدث الآن قبل أيام قلائل و يمكن لعل الجميع رأاه شاب مقعد خرج يعني من أنا لما سمعته و رأيته علمت قدر الألم الذي في نفس هذا الشاب فيقول يحدث الناس يقول أنا اشتهيت عصيراً فذهبت إلى المحل الذي فيه العصير المقعد نعم و لم يكن عال على أحد هو الذي قاد سيارته هو الذي نزل منها هو الذي دخل إلى المحل بنفسه و وجد المحل فيه طابوراً أو ما يسمى بموضوع تراصل الناس ينتظر دوره فأخذ دوره و انتظر فيه دوره فجاء أحدهم و هو الشاب يقول و معه ابنته يعني ابن صغير أظنه فيقول كل هذا الأمر و هذا الزحام من أجل معوق فالأخ أحسن الظن قال والله نفس سدت عن العصير و قال دفعت مبلغ و أخذت دوري لقل قال نفس سدت قال فرجعته إليه فقلت أخي الكريم لعل العبارة خانتك يعني العبارة خانتك قال لا 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 العبارة لم تخلني ولا شيء لكني لا أتشرف أن أتكلم مع عاقم مثلك أنا أريدك الآن ما الذي تحكم به ما الذي تحكم به على هذا الشخص هل هذا يمثل قوة هل هذا يمثل عنفواناً ما الدعي إليه ما الدعي لهذا الأمر حتى أتكلم مع أخي بهذه الصورة و ما القسوة في القلب و الجحود و النكران ما تمتعت به هذه الشخصية العجيبة استكبار والكبر الذي تمتع لساء إلى شخص مثل هذا فكيف أنا قلتها قلت كيف طابت نفسه أن ينام إذا كان ممن يصلي كيف يسجد و يقول رب اغفر لي وهو قد بعث ألماً عظيماً في نفس هذا الشأن إذن مقابل إذا تأسف من الرجل واعتدر منه و قال خانتني العبارة يعتبر ضعفاً وهذا الذي قال هو القوة وهذا هو المرجو والمطلوب لذلك بعض الناس يظن أن الوقاحة هي المطلب الحقيقي الآن والإساء إلى الناس و نسى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يواجه أحداً بما يكره في وجهه النبي صلى الله عليه وسلم استاء من فلان وتصرفه لكن لم يكن يواجهه عليه الصلاة والسلام فإذا كان الأمر عزم خرج على المنبر و قال ما باله أقوام لم يكن يواجه أحداً نبي صلى الله عليه وسلم كان يخالط الناس كما في الحديث الصحيح يخالط الناس و يحذنهم لكنه عليه الصلاة والسلام لا يسئ إلى أحد و لم يكن أحد سمع عن نبي صلى الله عليه وسلم إليه ولم يرد الإساءة ولم يرد إليه ولأنه عفى وصفح عليه الصلاة والسلام وحتى مع العرابي عندما رأىه نبي صلى الله عليه وسلم يعني عندما رأى فعلا نبي صلى الله عليه وسلم متصرفه معه وعندما جاءه ابن ابن الدثنة يعني زيد بن الدثنة لم يكن أسلم بعد قال رأيت من محمد خصالة إلا واحدة إلا واحدة أنه إذا غضب حلم وإذا قدر عفى قال هذا ما رأيتها فجئته فقلت يا محمد أنتم قوم مطل لماذا لا تؤدي ما عليك فقال فأخذه عمر رضا عنه وأراد فقال له يا عمر الطف به فأدخله وخذ منه كذا وأعطه وأرضه فلما خرج قال يا عمر زيد يقول يا عمر إني رأيت في محمد خصالة ولكني هذه الخصال لم أرها فرأيتها فأني أشهدك أني أشهد أن لا إله إلا الله الحمد انتعى الموضوع دكتور حقيقة هذه نقطة أيضا مهمة جدا يعني هذا النبي صلى الله عليه وسلم بكمال أدبه كثير من الناس دخلت في الإسلام بسبب أدبه وأخلاقه ومعالي أخلاقه صلى الله عليه وسلم هذا مولود أن أبحثه معك بعد الفاصل في المحور الأخير عن دور الأدب الدور الذي يؤديه في نشر الدعوة الإسلامية ولكن لو أذنت لي أن أذهب إلى فاصل أخير متوقف مع فاصل أخير قبل العودة لإستكمال الحديث ترجمة نانسي قنقر أهلا وسهلا بكم إلى الجزء الأخير من هذه الحلقة دكتور تحدثت عن العلاقة بين العقيدة والأدب وحررت مفهوم الأدب في هذه الحلقة بارك الله بك الآن لو تحدثنا عندما يعني يحض الإسلام على المسلمين على التمتع بالأدب ومعالي الأخلاق في كل وقت وحين في مجال السياسة مع الله سبحانه وتعالى مع النبي صلى الله عليه وسلم مع الخلائق حتى يعني الحيوانات أكرمكم الله طيب يعني ما الغاية التي يريد أو تسعى الشريعة إلى تحقيقها من وراء هذا الإكثار من الحظ والحث على التمتع بالأدب الله عز وجل من ابتعث نبيه عليه الصلاة والسلام ابتعثه في ظروف عجيبة وهي غلبة المادية وكذلك حمية الجاهلية التي قد انتشرت في نفوس العرب فلذلك وهب بن منبه يقول إن نبيا مثل محمد عليه الصلاة والسلام ابتعثه الله عز وجل ليؤلف به بين قلوب جفات الناس وأغلاض الأكباد وبين أناس قد نفرت طباعهم وشردت أهواؤهم وتنافرت نفوسهم وقد اشتعلت بينهم الحروب وقامت بينهم الثارات فيجمع الله عز وجل بنبيه عليه الصلاة والسلام فهذا أمر عظيم أمر عظيم لذلك ما أوتيه النبي عليه الصلاة والسلام من العقل هو يشكل مما مجموع الخلائق ما عند الخلائق واحد من مئة واحد من مئة النبي صلى الله عليه وسلم عنده المئة والناس وكل الناس أخذت واحد من هذا المئة من عقل النبي عليه الصلاة والسلام ومن خلقه ومن أدبه ومن فضله ومن كرمه كل هذا ما عند الناس هو واحد من مئة من النبي عليه الصلاة والسلام هذا ما ذكروا بمعنى كلامه مهب بن ربه رحمه الله تعالى في هذا الأمر لذلك لما طغت المادية على الناس الناس الآن تعيش مادية خانقة بل وأنها حارقة أحرقت كل فضيلة لا أبالغ في ذلك أحرقت كل فضيلة عند الناس فتجد الإبن لما يتعامل مع أبيه يتعامل بغرض المادية والهوى والمصلحة وكذلك الزوج مع زوجته وكذلك الأخ مع أخيه الجار مع جار فضلا عن هذا نحن نتكلم على مستوى القرابة لذلك ما تلحظه الآن بين الأقارب والمشاكل التي تعرض علينا والمشاكل التي نساهم في حلها ونحضرها كلها بسبب طغيان المادية بين الناس تنافر طباعهم طغط عليهم المادية فسدت أخلاق الناس ذمم الناس أصبحت أصبحت مهترئة جدا لا يمكن أن تعتمد على شيء منها أو تستوثق بشيء منها وفي هذا الخضم لا نزكي أنفسنا معاذ الله ولكننا نسعى على أن نكون قدوة للناس بما نعلمه من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى نعلمهم ونحملهم على الجادة ونجد في ذلك أمرا شاقا عظيما لأن ليس معنا عصى موسى عليه السلام ولا خاتم سليمان ولا بيان النبي عليه الصلاة والسلام ولا مثلا معجزة عيسى عليه السلام فنجد في مواجهة أخلاق الناس أمرا عظيما ليش؟ لأن الناس قد طغت عليهم المادية بمعنى الكلمة فبالتالي يحتاج الناس قبل أن نتكلم عن مقاصد الشريعة في هذا ونتكلم عن الغايات التي ترمي إليها الشريعة الغراء ينبغي أن هذه الناس ننفض أخلاقها نفضا ونغربيلها غربلة لأن الناس قد شردت عن حكم الله وعن شريعة الله وعن نبوة النبي عليه الصلاة والسلام وأخلاقه فإذا جاء والله إذا ابتعث النبي عليه الصلاة والسلام مرات الأخرى أو أنا لا ألحظ ويقول لو أن الله عز وجل قد أنزل عيسى في هذا الوقت ماذا سيقول عنه؟ لو أن الله عز وجل قدر وأنزل عيسى في هذا الوقت فما الذي سيتكلم فيه عنه؟ سينكر كل خلق علمه وأوحى الله به إليه فضلا عن إرسال أن يخرج نبينا عليه الصلاة والسلام فضلا عن أن يخرج أحدا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أو من السلب فيرى هذه الأخلاق التي شاعت بين الناس فيها تدمير لكل هوية فيها أصبح الإنسان يمشي لأحمن جسدا ودما فقط لكنه للأسف في أغلب الأحيان لا يملك شيئا من الرغبة إلا في موطن الرحبة هنا الحديث عن الأدب هذه ودوره في نشر الدعوة الإسلامية ثم تمن يصفه بأن الأدب هو الدعوة الصامتة لسان الحال أدب الناس وأخلاقهم قد تكون سببا في نشر الإسلامي بين الناس غير المسلمين يعني كيف يتجلى هذا؟ ممكن لأننا ذكرت حديث زيد بن دثنة مع النبي عليه الصلاة والسلام وكثير من هذا لذاك العراب الذي الصحابة نتنا وشوفه فقال اللهم ارحمني ومحمدنا لا ترحم أحدا بعدنا لما رأاه من خلق النبي عليه الصلاة والسلام وهذا السيرة طافحة به في خلق النبي عليه الصلاة والسلام طافحة لا تكاد تمل منها ولا تنتهي أصلا عجائب هذا الخلق من النبي عليه الصلاة والسلام مع من حوله وما يشتهر وينتشر الإسلام الناس في إفريقيا وإسلام الناس في جنوب آسيا وفي شبه القارة الهندية هو بهذه الأثار تجار المسلمون نعم وهو قضية تأثر الناس بأخلاقهم حتى الآن في أوروبا عندما لماذا يعني بعضهم يستنكف على أنه يدخل في دين الإسلام وهذا ما سمعناه وواجهناه من كثير منهم قول ما الفرق بيننا وبينكم نحن نرى أبناءكم بيننا وهذا الأسف مما يقهر الفؤات نرى أبناءكم بيننا نشرب الخمر يشربون الخمر ونحن لا نشرب يعني يعملون الفواحس ونحن لا نعملها فكيف أنت تدخلوا الجنة ونحن ندخل النار هو طبعا لم يفطن إلى معنى الكلمة المثاق الذي بيننا وبين الله عز وجل وما أراده الله عز وجل منه لكنه في تصوره العقلي صوره المادي ما الداعي لدخولك الجنة وأنا أدخل النار لأن الأخلاق التي يراه هو لا يفعلها كثير من هؤلاء الأوروبيين وغيرهم لا يفعلهم هذه الأخلاق بل أن منهم أحد الأفاضي يذكرنا يقول تعاملت مع صينيين وتعرف أن الصينيين أغلبهم تعرف أن الصينيين أغلبهم ملاحدة ليس له إلا المادة لا يعرف إلا المادة يقول تعاملت معهم قلت له أن هذا الشيء لك أنت يعني ليس لك أتأخذوا؟ قال لا ما أأخذه قال ليش؟ لماذا لا تأخذه؟ قالنا ليس لي وليس من خلق ينأخذ شيئا ليس لي إذن هذا خلق انطبع عليه أو خلق رب نفسه عليه والمسلم أولى بذلك أولى بذلك هذه الإشكالية العريضة التي نعيشها اليوم على أن طغيان المادية التي ضغط في نفوس الناس و شروضهم عن تعلقهم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم و آثار جعل الناس تعيشوا يعني كما قال نبي صلى الله عليه وسلم لا تكادوا تجدوا فيه إلا رائحة واحدة بين مئة من الإبل حقيقة دكتور و هيب يعني بقي عندي دقيقتان و هاتاني الدقيقتان أتركهما لك حتى تتحدث فيما لم تتحدث به أو ما لم أسألك عنه طوال هذه الحلقة فماذا يمكن أن يقال في موضوع هذه الحلقة والله أستاذنا الكريم أنا يعني عندما تخبر حياة الناس و معاشهم و تعاشرهم نحن لا نريد أن نعيش المثالية و لا نريد أن نكون المدينة الفاضلة ولكن نسعى ألا أن تتكون أو تقوم مدينة آمنة يأمن فيها الناس بعضهم بعض لذلك النبي عليه الصلاة والسلام عندما سئل عن المسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه و يده و المؤمن من أمنه الناس على أموالهم و أعراضهم و المهاجر من هجر ما نهى الله عنه إذن في البداية المسلم من سلم المسلمون من لسانه و يده و في المحاديث الآخر قال النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق و قتاله كفر يعني قد يكون هنا بباب الاستحلال الكفر إذا استحللت دمه لأنك إذا سببته انتقلت إلى تكفيره و سباب المسلم هو تناوله بما لا يستحقه و بما ليس لك حق فيه أن تنال منه فبمجرد سبابك للمسلم خرجت إلى دائرة الفصل حتى لو كان فيه حتى لو كان فيه نعم بمجرد سبابك له فمن قال يا كافر باء بها من قال يا منافق باء بها من قال يا فاسق باء بها فهذا أمر عظيم جدا ينبغي المسلمين أن يتنبه له لأن الجميع سيقف بين يدي الله عز وجل و يعرض على الله تبارك جل وعلا وقفوهم إنهم مسؤولون كلنا سنسأل عما قلنا و عما تكلمنا و عما فعنا و عما قد أثر عنا و ما أسأن فيه للناس و ما أحسن إليه إذا لم يقبله الله عز وجل إذا كان باب الإحسان فيه حظ النفس كل ذلك سنقدم على الله عجل و يسألنا ما من صغيرة ولا كبيرة إلا و نحن مسؤولون عنها لذلك من أوجب الواجبات بعد الإيمان بالله عز وجل أن يراعي الإنسان أدبه مع الله تبارك جل وعلا و مع نبيه عليه الصلاة والسلام و مع شريعته و مع خلقه لأن أحب الخلق إلى الله عز وجل أنفعهم إلى خلقه أو إلى عياله كما في الأثر و أنا أشكرك على أنك رعيت الدقيقتين في السؤال الأخير شكرا جزيلا لك دكتور مشاهدين الكرام بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة في نهايتها أشكر ضيفي الكريمة دكتور وهيب عبد الرحمن خوجة الباحث الإسلامي كل الشكر لكم في حراسة الله تعالى وتوفيقه اشتركوا في القناة